فعلا فعلا اتمنى اتمنى ان العلماء يحفظوا على بعض زي ما شفت الفنانين بيحفظوا على بعض انا شفت المنظر بعيني بقى وشفت قد ايه الناس اللي بيعملوا في الحقل الدرامي عمري ما شفت يعني فنانين بيعودوا ببعض وبيأكلوا ببعض لا 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 بحال التعاون وانما في الواقع الدعوي انا بشوف بعض المنسوبين للدعوي انا ما بقولش بشكل عام لكن خلينا كن صريح البعض عاوز يجامل ده امر يخصكو اللي عاوز يجامل بقى ويقول كلام يودوا لو تدهنوا فيدهنون انا مش بكلم مجاملة احنا الاسف الشديد الاوساط الدعوية محتاجة اعادة ترتيب اللي ده اللي عاوز اقوله الدعوة ومن احسن قولا ده ربنا بقول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين الدعوة دي اعظم شيء ممكن يقوم بيه انسان في حياته انما بقى المشكلة ان انت حضرتك اخلاق الدعاء واحد ما تعملش شرناء حوالين منك ما تعزلش نفسك عن الجمهور عن المواطن اتنين لازم تشوف اي مكان واي نافذة تطل من خلالها على الناس مش تقول لا انا اروح اهوة اقول للناس ادعوهم اللي اظهر عملها ونجحت الاكشاك اللي اتعملت في محطات كانت فلا وانا فاكر في المترو وان كنا البعض بيختلف البعض بيختلف والبعض بيتفق لكن في النهاية التصور ان يكون الدعية في مكان يحتاجه افضل بكتير من ان كنت قعد في المسجد مستنى الزباين بتعبينه انا 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 تربوي كنت بندرس تربية وعلوم التربية المسموع غير المقروع غير المحسوس سن معاش يعني انا ما اقف على المنبر اقول للناس كلام او بيسمع مني ربما يخرج من باب الجامع ينسى انما لما اتعمل اعدت اتكلم سنين عمري عن صلاح الدين لما اتعمل فيلم عن صلاح الدين ثبت في اذهان الناس قعدنا نتكلم عن عمر ابن عبد العزيز لما اتعمل الدراما جاه سيد الله ارحمه نور الشريف عن عمر ابن عبد العزيز ثبتت في اذهان الناس قد ايه الدراما اقوى شيء بيؤثر في اذهان الناس عشان كده انا بأستنى على الفكرة بتاعتك ان هل حنصل في يوم من الايام ان نعمل فتوى كعمل درامي كده نجيب المشكلة في دراما ونجيب الحل بتاعها هو ده هو ده اللي انا بحلم به واخد بالك ان القرآن عمل كده القرآن عشان يفهمك نور ربنا اعطاه لك بصورة مثل مثل نوره كمشكة مع ان مشكة مصباحة يا هادي كمشكة فيها مصباح يعني كتقريب بيقرب لك المثل وضيحي بس الناس تفهم منه مش كده يا فاندي فالمثل وظيفته هو تقريبه وكلمة تمثيل جاء من ضرب المثل ده اصل الكلمة التمثيل والممثل والممثلين بالضبط كده فلو حد جاء لك الممثلين اصلي بينهم ناس بتعمل معرفش ايه ايهم هو برضو الشيوخ بينهم ناس متطرفة احنا عندنا برضو ناس جنحت بافكارها الدينية صحيح لحد ما وصلت الناس للارهاب والتكفير والالحاق والتكفير ده احنا عندنا عمائم زي دي كده بيردحوا المصر انا يا ليه الاطراف النهار في القنوات اللقيتها اللي انت عارفها ولابس عمه وجاي وده ويقولك الشيخ فلان والشيخ فلان ولابس عمامه ولزيه ازهاري فلازم ان احنا نعترف ان احنا محتاجين ان نختارق لا ان نختارق ان ننتقل لا ان ينتقل الينا ان نتحرك علشان نقدر نوصل الدعوة للناس توضعوا بياما شيخ ويتوضعوا يرحمكم الله انا عارف ان لكلكم على خير انا بكلم قلة قلة لن تتوضع للخطاب الديني وتعالت على الناس فكانت النتيجة ان الناس تجوازوهم فهم فوادوا والناس فوادوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيمشي في الدعوة بتاعته على وطيرة واحدة صلى الله عليه وسلم ما كان بيستخدم ما يسمى بالمهارات الدعوية الله الله فكان سيدنا النبي أحيانا يتكلم في صورة سؤال في صورة تشويق أحيانا كان يبقى قاعد بكيفية معينة فيقوم يجلس بهيئة معينة عشان الناس تنتبه ألا أم بيكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوخ الوالدين وكان متكئا ثم جلس فقال ألا وقول الزور فهنا بيعمل عملية تشويق وعملية انتباه وعملية شد جذب للمستمع فسيدنا النبي ما كانش بيمشي على نظام واحد وده اللي احنا محتاجين دلوقتي يا مولانا في ظل الظروف بتاعتنا وظل الانفتاح والتطور اللي احنا فيه ما ينفعش الشيخ أو الدعاية يكون نظام واحد كلام واحد الرتم بتاعه واحد لا الشيخ لازم يعدد الكلام ويعدد الخطاب ويعدد الطريقة وما فيش أي مشكلة يشترك في أي عمل درامي زي ما حضرتك تفضى طب انا اقول لك على حاجة احنا هنا في برنامجنا ابتكرنا عمل درامي كسر الدنيا الايمة الاربعة الايمة الاربعة صح ولا لا حسنا للناس الفقه بصورة ما ينسوا هاشا بصورة دراميز اقول لك يا سيدنا ان التجربة دي اثرت في الناس كتير ناس كانت تقول لي انا انا رأي مع الامام ابو حنيفة انا رأي مع الامام الشافعي لانهم فعلا الصورة انطبعت في ذهنهم بالشكل ده انطبعت ايه لحد ما تخيلوا ان الشيخ خليد هو ابو حنيفة فعلا صحيح تخيلون ان مالك فانا عاوز اقول لحضرتك ان التجربة دي تجربة الناس عملت طالبنا ان احنا نعيدها مرة تانية يعني احنا اوقفناها لانه الصحافة بعض الصحفيين كان بين الكلامنا على انه اراءنا الشخصية فكانت النتيجة انه تخلط ما بين الامام اللي انت بتمثل شخصيته او بتمثل شخصه وما بين الرأي الفقه اللي بتقدمه ودي كارسة كبيرة كارسة يعني ان المفروض كله يبقى فيه تيم وورك الصحافة مع الدراما مع الفنانين مع المشايخ يقدموا عمل ينفع المجتمع هي مش تنوير مش رسالة تنويرية يراد منها ان احنا ننشر الخير ونحقق الرفاهية والامن والامان للانسان اخر سؤال عايزة اسأله لك في العمل الفني واذا كان ما اسموح بالاجابة جواب عليه لما شاركت في العمل الفني ده اللي هو المسلسل هتزعف رمضان ان شاء الله السنة بمشيئة الله كنت بالزي الازهري ولا باللبس العادي نا الزي عادي يعني كشيء من الاندماج اكثر هو ده اللي انا بعمله اللي حضرتك انا في رأيي ان الزي لسان خطاب الزي الازهري اللي هو من الوقار ما ليس لغير زي زي الميري كده عند العسكريين صحيان زي زي الميري اذا استدعى الامر انه يبقى نازل بالبدلة الرسمية العسكرية بيروح بيروح الامر محتاج حاجة مش عسكرية ملكي بيروح ملكي بالزبط كده فطبعا لكل مقام المقار لكل حدث حديث فده اللي حصل المهم المسألة انه القضايا فعلا اللي تم اصارتها قضايا في منتهى الخطورة هتسير حوار عجيب ده بيساعد علينا اقول انا مش فاضن عندي اعمال والدراما يا شيخ رمضان النجومية قدر بيساعد يا مولانا على بناء العقل الجمعي بناء رسين وقوي ايو صحيح العمل الدرامي مهم جدا جدا خاصة في ظروف اللي احنا فيها اللي احنا عندنا للأسف مفاسد كتيرة وحاجات وحشة كتير فمحتاجين ندفع ده ومحتاجين ان احنا نحارب ده بالاعمال الدرامية المنضبطة فممكن مشهد واحد بس في مسلسل او في فيلم بس يكون مشهد منضبط فعلا يؤدي وظيفته كما ينبغي يؤثر في ناس كتيرة زي ما حصل في مسلسل البطنية اللي شاركت فيه ايوه وقدرت تغير صورة عند كثير من الشباب اللي فاكرين لحد دلوقتي ان المخدرات حلال وان الحاشيش حلال وده امر مستبعد يا جماعة احنا بنقابل الناس في المجتمع اللي حد دلوقتي فاكرين الكلام ده شوف لعب الكرة زمان كان ايه ودلوقتي باقي شوف يا شيخ خالد بالضبط تعالوا تعالوا شوف المسل اللي قالوا كانت ام تسيب ابنها يلعب كرة في الشارع ولا كانت تجير ورا بشيب شيب ها والله دلوقتي حضراتكم لا بتودي مدارسة كرة دلوقتي دلوقتي مدارس كرة بيدفع فيها مبلغ طائلة يقولك انا كل اجنيتي مش انه ابني يطلع طبيب ولا يطلع مهندس ولا يطلع تاجر ولا رجل لا ابني يطلع لعيب كرة طموح مشروع احنا مش دود لحد اجمل ما في الكرة ان الناس هتبعد للمخدرات ان الشباب هيحافظوا على صحتهم الاعلانات كانت فترة من الفترات يا شيخنا كانت بتصدر صورة اللعيب اللي هو القوي اللي ليه جماهيرية في انه يعلم الشباب ان المخدرات دي حرامه وبيبدأ يستجيب بياخدونا موزج يعني مدام هو مطبق لشرعه دي هوية حلال ده اللي احنا نفسينا ان احنا ناخد بالنا منه التعالون ناخدها فرصة لاعادة تقييم ادوارنا في الحياة لان احنا بنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يوصل خطابنا الدعوي والتوعوي لكل الناس بعيدا عن التزييف والاقصاء والتخوين